اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فحار وسقط في يده فلم يعرف له مضطربا او انصدع قلبه وانخلع فؤاده واستسلم ولكن المعتمد ابن عباد لم يكن ليذل ولا ليجزع بل احتمل هذه الشدائد صابرا عليها معدا العدة لدفعها لقد تجمعت عليه في يومه بلايا ثلاث كانت كالحلقات في سلسلة اسره انقلب عليه حليفه القوي امير المؤمنين ابن تاشفين الذي اعانه على حرب الاسبان وجاءته الاخبار عنه انه قطع المجاز امس بالخميس العرمرم المجاز اي مضيق جبل طارق لم يعده هذه المرة للاسبان ولم يسقه ليدودهم به عن الوطن الاسلامي وانما اعده لحرب ابن عباد وساقه عليه ليزيله به عن عرشه ويقتلعه من كرسيه ولقد اذكى ابن تاشفين حمية جنده بان اراهم في هذا الزحف قربة الى الله وانه في سبيله وانه ما اراد به الا عزل الاسلام بتحطيم هذه العروش الصغيرة وهذه الممالك المزورة القاب مملكة في غير موضعها كالهري يحكي انتفاخا صولة الاسدي فقد اطمع هذا تفرق العدو حتى اقدم على هذه الدويلات فذلت له كلها وخضعت وردخت له بالاتاوة وكان الاعداء من قبل هم يؤدونها عن يد وهم صاغرون وما ينبغي للمسلمين الا دولة واحدة عليها امير واحد وما جزيرة الاندلس الا ولاية في دولة المسلمين بذلك اضرم امير المسلمين الحماسة في صدور قواده وجنده من البربر فاقبلوا يطون المراحل شوقا الى حرب هذا الذي فرق جماعة المسلمين واطمع العدو فيهم المعتمد الذي كان بالامس الداني صديقهم وحليفهم وكان مضيفهم وكانوا يتغنون بما رأوا منه من عجيب الكرم وما اوتيه من بارع الخلال ثم ان هؤلاء الاجناد الذين كان بعث بهم امير المسلمين ليكونوا في ثغور الاندلس جندا للمعتمد وعونا له على عدوه وعدو الاسلام الاسبان واختارهم لغرض يريده من فرسان المرابطين واهل الشدة والنجدة فيهم هؤلاء الفرسان قد تركوا بالامس ثغورهم لما بلغهم زحف اميرهم واقبلوا على حرب الملك العربي النبيل يؤثرونها على مواقعة الاسبان ومروا يطحنون في طريقهم الارباط والقرى يأخذونها اغذى الفجاءة ويدعسون مآثر العمران ويحطمون الجنان وجابوا في هذه الكرة الجائرة اودية كانت تميس بغلاء الاربيع وربا حالية بالزهر وضياعا عامرة ممرعة فتركوها من ورائهم قاعا صفصفا فكأنما مرت عليها ريح سموم محرقة لا تبقي ولا تذر وكانت ثالثة الاثافي هذه الثورة التي قدح زنادها ونفخ فيها دعاة الخصم المغير ومنشر ضمائرهم بماله فكادت تجعل على المعتمد دارة ملكه نارا ولكن الله امكنه منها فاطفاءها قبل ان تضرى وحكمه في مجرميها فابا له نبل خصاله وكرم طبعه الا العفو عنهم عفو القادر المتمكن وعطاءه لهم عطاء الجواد المحسن لم يحفل الملك وقطان قصره هذه الرزايا وظنوها في جنب ما الفوا من الخفط وعرفوا من اللين واول ملك الى سريره بعدما صرم اكثر ليله يعد قوته ويقيم مسالحه المسالح هي المواضع التي يقف فيها الجند بالسلاح للحراسة والمراقبة والدفاع وكان يؤنسه ان يستمع في هدأة الليل الى هذا الهتاف البعيد والى صليل الابواق وهزيم الطبول وهو يطرز حواش السكون في هذا الليل الساجي انهم جنده الذين خاضوا معه لجج القتال المر وشاركوه جني النصر الحلو على ابواب قرطبة دار الاعزة من بني امية يوم فتحت له ابواب قرطبة وفي الزلاقة يوم ساق الاذفونش فيالقه وجيوشه ليمحو بزعمه الاسلام من الاندلس فمحي جيشه ولولا المعتمد وجنده ما هزم الاذفونش ولكن المرابطون هم اصحاب الهزيمة يوم الزلاقة واغفى الملك وهو يداعب ذكر ذلك الظفر ويطوي سمعه على ضجيج جيشه الذي يحبه ويعتز به ويود لو ان هذا الجيش قصر عزمه وبأسه على قتال الاسبان ولم يسيئ الى البطولة بحربه الاخوة المسلمين ورأى الملك في منامه كأن هذا النشيد المدوي الذي نام عليه قد قوي واستفاد حتى رجعت اصلاد اشبيلية صليله وعزيفه وعظم ارعاد تلك الطبول حتى اوشك ان يهز سريره بين جدران قصره وخالطه صراخ وضوضاء ففتح عينيه وافاق مرتجفا واصاخ فسرعان ما ادرك انه العدو قد طرق المدينة انهم فرسان البربر الذين قلبوا له ظهور المجان فتخلوا عن ثغورهم حيال الاسبان واقبلوا عليه اقبال الذئاب الكواسر اولئك هم الذين كانت تؤنسه اصواتهم فيطوي عليها سمعه حين اغفى وتلفت حوله فلم يجد الا حرس القصر وما كان حرس القصر رجال حرب ولا فرسان ضراب واحس بالخطر ورأى انه قد كاد يفقد كل شيء ولكنه لم يفقد الشرف ولا الشجاعة ولا النبل ان يسلب القوم العدى ملكي وتسلمني الجموع فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع لم استلب شرف الطباع ايسلب الشرف الرفيع ملاحظة وقد قال هذه القطعة العبقرية بعد اسره ولا يزال سيفه في يده فخرج به وما عليه الا غلالة رقيقة لم يمهلوه حتى يلبس لأمته ويدرع واراد حرسه واهله ان يجنبوه هذا الهلاك الاكيد وان يحسنوا له الموادعة حتى تنكسر حدة الهجوم وتمكن البادرة فابت له مرؤته وحميته ونفسه تعاف العار حتى كأن ما هو الكفر يوم الروع او دونه الكفر وابت له ذكريات النصر ومواريت الجدود وقال والذ من طعم الخضوع على فمي السم النقيع امن الموت يفر وقد كان يتعشقه ويطلبه ويسعى اليه ولا يفكر اذا خرج للقائه في اهل ولا ولد وقال ما سرت قط الى القتال وكان من امل رجوعه شيام الاولى انا منهم والاصل تتبعه الفروع ولكنه كان يريده موتا شريفا نقيا كالفتاة المكنونة في الحجاب لم تدنسها نظرات الاثم ولم تعلق بجمالها الريب وكان يهوى لقاءه في الملحمة الحمراء فيلحقه فيفر منه ويتأبى عليه اما هذا الموت الذي يقبل عليه في ظرفته اقبال اللص ويلقاه في ضيق الدهاليز لا في رحب الميدان وفي سدفة الليل لا في سفر النهار ويريده في غلالة الشاعر لا في درع البطل فهو لا يطلبه ولا يحبه بل لقد احنقه ذلك عليه وملأ صدره غيظا منه وكرها له حتى نظر لان واجه الموت هذه الليلة لا يقتلن الموت ولان هو لم يقتل الموت فلقد احيا لمملكته الحياة ولقد وفى نذره فرد هذه الغاشية التي اقتحمت عليه حصنه على حين غفلة من اهله وضوى النهار اشبيلية وهي مقسمة الفؤاد بين فرح بالنصر وجزع من الخطر وكان جند الملك الاشاوس قد وقفوا للدفاع عنها لا يفتؤون كلما سمعوا همسة ريح او هدير نهر او صفير طائر او نبأة خفية بين الارض والسماء يثبتون الى سيوفهم يتطلعون ابدا الى الطرق من فرط تشوقهم للقاء هذا الخصم المغير الذي كان بالامس الحليف النصير فاذا لم يروا احدا رجعوا الى مسالحهم يقضين مرتقبين وكانت الحصون حول البلد وفي اطراف المملكة محشودا فيها الجند من كل كمي كأن قلبه من ثباته جلمد الصفا وكان في اكبرها وامنعها شبلى ذلك الاسد وفرعى تلك الدوحة الكريمة الباسقة الراضي بالله والمعتد بالله ولدى المعتمد ابن عباد وكان عصر ذلك اليوم واهل اشبيلية لا يزالون يتغنون بمأثرة الملك الفارس وقد فترت يقضة الجند حين توالى الامان واطمأنوا الى بعد العدو فاستراحوا قليلا بعد هذه الليلة الجاهدة في تلك الساعة صرخ النذير كما ينفخ في الصور فتجمع العسكر المكدود على عجل وصدمتهم فرسان البربر من جهة البر ومن الوادي صدمة تحط الصخر من ذراه ولكنهم وجدوا المعتمد اثبت من الصخر وايقظ من الصقر فارتدوا بعدما فعلوا بالمدينة فعل الزلزال واستراحت اشبيلية اياما ثم جاء يوم الواقعة وفي يوم الاحد العشرين من رجب سنة 484 هجرية ارتجت اشبيلية باضخم جيش وطئ ثراها جيش امير المسلمين ابن التاشفين الذي حشد له من غطارفة المرابطين كل بطل غشمشم الغشمشم والمغشم هو الجريء الماضي الذي لا يثنيه شيء عما يريد يقوده ابن اخيه كبش القوم وفارسهم سيرين بن ابي بكر وجمع له فيهم من قبائل البربر جنا مقاتلة كأنهم من طول ما الف الخيل قد ولدوا على ظهورها بعدة لهم ضخمة فسدوا مطلع الشمس وحطوا على البلد حط الجراد وطوقوه تطويق القيد وانضم اليهم فرسان ثغور ثم أطبقوا على ابن عباد كالسيل الآت الدفاع أثار المعتمد في نفوس جنده حميتهم وكبرياءهم وأنشدهم أبرع أناشيد البطولة ولون لهم الموت بأجمل الألوان وعرض عليهم تحاسين المجد وتهاويله فثبتوا وجاءوا من فنون القتال بأعجبها وأشرفها وناضل الملك البطل حتى لم يبقى مناضل وضارب حتى تحطمت في يده السيوف ودافع حتى استنفد آخر نقطة من القوة البشرية التي أودعها الله فيه ثم سقط مغسلا بدماء جراحه وتحطم السد فانطلق السيل ونفضت قصور الملك عن غيدها وكنوزها فعادت أطلالا وهو الصرح الذي أقامه من النبل والحزم والكرم الغر البهاليل بن عباد البهلول هو السيد الجامع لصفات الخير جمعه بهاليل إن البطل الحق لا يستهويه الظفر حتى يستخفه ولا تعزه الهزيمة حتى تسحقه بل يتلقاها بعزم وجلد وفؤاد ثابت وكذلك فعل المعتمد فلم تذل نفسه ولم يضرع ولم يتهافت بل تلقى قضاء الله تلقي المؤمن وكتب إلى ولديه يستنزلهما من حصنيهما حين قسره الغالبون فلم يجد إلا ذاك وكتبت السيدة الكبرى أمهما وكانا في حصنين أمنع من النجم تهاوت الحصون وهما ثابتان ولكن ماذا ينفع حصنان وقد باد الملك وماد العرش وساد المرابطون فلما أطاع ونزل قتل الراضي على باب حصنه واستصفي مال أخيه وترك على شر حال ثم اقتيد المعتمد وأهله مجردين من الأموال مقيدين بالقيود الثقال ليلقوا ما قدر عليهم في صحراء المغرب كان إذا خرج موكب المعتمد أطلت عليه كل فتاة في إشبيلية تختزن صورته لتزين بها أجمل رؤاها وأحلى أحلامها وتطلع إليه كل شاب ينقش رسمه على شغاف قلبه ليجعله مثلا له في المعالي وملأ عينه منه كل أندلسي لأنهم كانوا يحسون أنه عز لهم وفخر وأنه حبيب إلى قلب كل أندلسي وإن عاد مظفرا قاموا على طريقه يرشقونه بأجمل أزهار الجنة أما اليوم فقد خرجوا بغير ورد ولا زهر خرجوا وما أعدوا إلا عيونا تبكي لو استطاعت بدل الدمع دما وقلوبا تفديه بحباتها لو كان يمكن الفداء وجار النهر ذلك اليوم متطامنا خافت الخرير لا يصخب ولا يهدر كأنه هو الآخر قد أحس بالألم والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا من لؤلؤ طافيات فوق أزبادي وكانوا ساكتين قد عقدت الذهلة ألسنتهم وأمسكت الأحزان وسيوف المرابطين أفواههم حتى الأطفال لم يكن فيهم من يبكي أو يصرخ أوجه تزري بالأقمار وأجسام ألطف من الياسمين الغض وأرق من شعاع البدر على البحيرة الصافية في ليلة الغرام ثم طلع الملك لا تاج على رأسه ولا سيف في يده ولا لواء يخفق على هامته ولا جند من حوله يفدونه بالأرواح ويفذلون دونه حر الدماء بل حوله جند من البربر وفي يديه قيود ثقال وما عليه إلا أطمار تفجرت الأحزان مدامع وانشقت القلوب صرخاط وتحركوا لنصرة الملك ولكن البربر كانوا خلالهم ومن فوقهم ومن تحتهم ووضعوا الملك في السفينة ومن حوله نساؤه وبناته مقرونات بالحبال مطرقات كاسرات الطرف تلوح قطرات دموعهن في ضياء الشمس كالآلي ورفع الملك رأسه ونظر إلى جنده وانتزع من آلامه ابتسامة لاحت على شفتيه كما تلوح خيوط الشمس لعظة خلال السحاب في يوم غائم وحاول أن يقول فضاع صوته في عويل الناس وصخب البربر وأراد أن يشير بيده التي طالما هز بها أعواد منبر وطالما أشار بها إلى ظفر فحركت إليه الكتائب السود وطالما أغنى بها فقيرا وفك أسيرا وأجاز شاعرا وفعل بها المكرمات أراد أن يشير بها فأثقلها حديد القيود فأحنى رأسه وأطرق وسارت سفائنهم والنوح يتبعها كأنها ابن يحدو بها الحادي وعاد الناس إلى بيوتهم وما يصدقون أنهم فقدوا المعتمد بن عباد أفي عشية وضحاها يطمس كتاب كله مجد وكرم ألف في عشرين سنة ألم يعد يطلع عليهم موكب الشاعر الذي يغني للحياة أجمل أغانيها ولا الفارس الذي ينظم للبطولة أروع أناشيدها إنهم لا يستطيعون أن يصدقوا فهرعوا إلى تلك القصور التي ارتضاها لسكناه المجد واختارها الفن وأقام فيها النبل فلما بلغوا أسوارها لاحت لهم من بعيد كأنها لا تزال عامرة بالملك الهمام فلما اقتربوا منها لم يصافح أسماعهم صوت شاعر بنشيد ولا قائد بنداء ولم تأخذ أبصارهم على من يخفق ولا راية ترفرف ثم بدت لهم الرياض وقد جف نبتها وصوح زهرها والدور قد هدمت جدرانها وهدت أركانها وإذا القصر الذي كان يعبق بريا القرنفل وشاذ الفل تفوح منه روائح الموت وإذا تلك الغرف والمقاصير التي كانت تصطع فيها الأضواء فترقص أشاعتها على العمد المزخرف والأساطين المنقوشة قد محي نقشها وطمس زخرفها وعشعش فيها البلا هناك علموا أنها قد وقعت الواقعة وكان ما قدر الله أن يكون فمن للعفات تعمهم جدواه من للجيران تحميهم بواتره وتحييهم عطاياه من للفرسان الغطاري في يقودهم إلى النصر حين يخفى على الدليل سبيل النصر لقد ذهب من كان لهم فيا من يقصد الملك الشاعر إنه لم يبقى هنا ملك إنها قد خلت منه داره وبعد مزاره يا ضيف أقفر بيت المكرمات فخذ في ضم رحلك واجمع فضله الزادي ويا مؤمل واديهم ليسكنه خف القطين وجف الزرع في الوادي وأنت يا فارس الخيل التي جعلت تختال في عدد منها وأعدادي ألقي السلاح وخل المشرفية فقد أصبحت في لهوات الضيغم العادي ضلت سبيل الندى يبنى السبيل فسر لغير قصد فما يهديك من هادي كذلك ذهب الملك الشاعر البطل الذي كان في ملوكيته وفي نبله تمثالا للإنسان الذي كانت تتمنى كل حامل في الأندلس أن تلده ويتمنى كل ناشئ متطلع إلى العلا أن يكونه الملك الذي كان زمانه كله فجرا رخيا ناعما وأيامه كلها ربيعا بهيا باسما الشاعر الذي كان شعره لحن كل قلب مدله بالجمال مفتون بالفن البطل الذي بنى لقومه مفاخر في السناء ومآثر وكذلك ألقي السطار بين عشية وضحاها على ملحمة فخمة فيها أجمل مشاهد الهوى والشباب والبطولة والظفر والسماحة والكرم والشعر والطرب والغنى والترف ورفع عن مأساة من أفجع المآسي التي عرضت على مسرح هذا الكون أشكركم على حسن المتابعة وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله